عقد وزير التنمية الحيوانية الصباح اليوم اجتماعا مع التجمع الوطني للرابطات الرعوية وذلك بحضور رئيسي وبعض أعضاء التجمع وقد تناول اللقاء مهام هذا التجمعي ونقاش السبل الكفيلة بجعله شريكا استراتيجيا يساعد القطاع في رسم سياسات الهدفة إلى الرفع من المردودية الاقتصادية لذروتنا الحيوانية كان هذا اللقاء الذي جمع وزير التنمية الحيوانية السيد احمد ديتو وليشين بالتجمع الوطني للرابطات الرعوية فرصة استعرض رئيسه السيد الحسن للطالب مهام هذا التجمع ومجالات تدخله مطالبا باتخاذه كشريك يسأى إلى جانب القطاع الوصي على الثروة الحيوانية للرفع من المردودية الاقتصادية لهذه الثروة معرجا على إنجازات قام بها التجمع في مجالات بناء الحوائر للمواشي وحفر الآباري فضلا عن إنشاء صناديق للقرض وقد عبر السيد الوزير خلال هذا اللقاء عن أمله في أن يكون هذا التجمع أداة فاعلة تساعد قطاعه في تنفيذ السياسات الرامية إلى ترقية الثروة الحيوانية في موريتانيا متأهدا بالبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة للتجمع وقد تحدث رئيس التجمع الوطني للرابطات الرعوية عن أهمية هذا اللقاء هذا اللقاء بالنسبة أننا نحن مهم يكتشي أهمية كبيرة نحن نشهروا الحسيان ونجروا لهم الطاقة ونعدلوا بريدات الدقاء ونعدلوا كل شيء مفيد للمنمين ومستعدين له ومعدلين لهما قدر من ذا اللي قاله الصناديق من اللي فطلنا عن ذا اللي قاله الجفاف أنه هو أكبر مهدد للحيوان يا الله يعدل من اللي قرض اللي قاله ولي فاش به اللي هو العيش فيه موريتاني موريتاني إلى اليوم ويواعر ما قدر استورد التقرام للحوم الحامر ولا يضع استورد للبان مداخلات أعضاء التجمع تناولت أهمية تنظيم مختلف الهيئات المنظوية تحت التجمع والرفع من المستوى المعرفي للفنيين البيطريين ومراجعة المدونة الرعوية وإنشاء الصناديق للقرض خاصة بالمنمين والبحث عن حلول ناجعة لمشكل مياه الشرب في المناطق الرعوية